بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين قال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شُفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بالنسبة إلى تتمة الموضوع الذي طرحناه في الأسبوع الماضي ذكرنا أن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون كتاب الحياة وحيوية القرآن لأجل جهات متعددة من تلك الجهات أن القرآن هو أرسله الله سبحانه وتعالى مطابقا للفطرة لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وهو عارف بدقائق الإنسان دقائق نفسه ودقائق جسده ويعلم كل ما يرتبط بالإنسان من الجزيات والكليات وما إلى ذلك فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن مطابقا لهذه الفطرة قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فهذا أولا وثانيا الشيء المهم الموجود في القرآن أن القرآن عندما يسن حكما ويشرع تشريع دائما أو غالبا يحاول أن يقنع الإنسان فلذا نرى أن القرآن غالبا يذكر على الأحكام وغير الأحكام مثلا عندما يوجب الصلاة الصلاة واجبة هل أوجبها وقال صلوا ولم يذكر العلة لا وإنما نرى في القرآن ذكر العلة أقن الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن القحشاء والمنط وحينما شرع الصوم ذكر الحكم أيضا لعلكم تتقون وحينما أوجب الحج ذكر السبب ليشهدوا منافع لهم وحينما حرم الخامر قال وإثمه أكبر من نفع وكذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقربوا يعني العلة لتحريم الخامر أيضا نذكور وكذلك إذا تصفحنا القرآن رأينا أن كل حكم وكل شيء يعني مو فقط ألف حكم غالبا يعني ألسا ما نقول بالكل ولكن غالبا يذكر العلة فهذا الشيء الثاني والسر الثاني لحيوية القرآن أنه الله سبحانه وتعالى يذكر العلة يقنع الإنسان والإنسان إذا اقتنع بشيء طبيعي أنه يعمل بك الشيء الثالث كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن القرآن يستوعب جميع جوانب حياة الإنسان المختلفة والكتاب الذي يستوعب جميع الجوانب التي يحتاج إليها الإنسان في هذه الحياة الدنيا طبيعي أنه يكون كتاب حياة ليس كتاب مختص بجانب من الجوانب للإنسان حينما يحتاج إلى ذلك الجانب يذهب وراء الكتاب إذا الإنسان يصيبه مرض وراجع الطبيب ولكن إذا لا يصيبه المرض لا يراجع الطبيب القرآن ليس هذا يجب أن ينظر الإنسان في القرآن نظرة شمولية يعني عندما يريد أن يستفيد حكم أو شيء من القرآن لا ينظر إلى آية أو آيتين ثم يحكم لا وإنما يلذم عليه أن تكون يلذم أن تكون نظرته نظرته إلى القرآن نظرة شاملة ونظرة عامة من باب المثل إذا قبل المثل نذكر إذا الإنسان نظر إلى شيء نظرة نصفية ونظرة ناقصة قد ينقلب الشيء إلى ضده يعني من باب المثل كلمة لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد إذا نحن نظرنا إلى هذه الآية نظرة نصفية تنقلب كلمة التوحيد إلى كلمة الشرك أو كلمة الكفر لا إله هذه كلمة كلمة الكفر وكذلك بالنسبة إلى كثير من الآيات إذا الإنسان يراها لوحدها قد تنقلب هذه الآية إلى خلاق مقصود الله سبحانه وتعالى كما قال يزيك استدل لعدم وجوب الصلاة أو حرمة الصلاة بقوله تعالى ويل للمصلين قال ما قال ربك ويل للذي شرب أن شرب الخمر قال عابد الله بل قال ربك ويل للمصلين يعني هذه النظرة الناقصة إلى القرآن سببت أن ينقلب أن تنقلب الآية التي تحف الإنسان على الصلاة إلى آية تحف الإنسان على ترك الصلاة هذه هي النظرة الناقصة إلى القرآن وماذا يحول بجسم حي إذا قطعناه إلى أشلاء تحت الفأس يعني إذا عدنا جسم حي إنسان حي كائن حي إذا قطعناه بالفأس إلى قطع ينقلب إلى كتاب موت لهذا في هذه الآية التي ذكرناها أول الكلام الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزيد الظالمين إلا خسار نفس هذا القرآن نفس هذا القرآن الذي هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ينقلب بالنسبة إلى الظالمين إلى خسار نفس هذا القرآن الذي هو كتابه الحياة لماذا لأن مما يفعله الظالمون هو التبعيد في آيات القرآن والتنصيق يقال أن أحد الملوك استباح جيشه مدينة من المدن عادوا فيها فسادا فجاءت امرأة من أهالي تلك المدينة تشكو إلى الملك ما يصنعه جنوده فقال الملك ألم تسمعي قول الله سبحانه وتعالى حيث يقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قالت بلى تمعت هذه الآية ولكن هل تغافلت عن آية أخرى حيث إن الله سبحانه وتعالى يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا الضمير راجع إلى الملوك وعلى الظالمين فالتعظ من هذه الآية وأمر جنوده أن يخرجوا من تلك المدينة يعني هذا الملك الظالم لأنه نظر إلى آية واحدة استفاد استفاد مغلوطة من هذه الآية لأن الله سبحانه وتعالى فرق المواضيع في ضمن آيات حيث فعل كذلك يلزم علينا إذا أردنا أن نستفيد في موضوع من المواضيع من القرآن أن نرى كل القرآن مو أن نرى آية لا أن نرى آية واحدة بجزئها يعني فرضوا بالنسبة إلى موضوع الشفاعة الله سبحانه وتعالى ما جعل موضوع الشفاعة في مكان واحد لا بل فرق موضوع الشفاعة في آيات اختلفة وكل آية تكون تكمل لآية أخرى الآية الثالثة تكمل لآية الثانية والآية الرابعة تكمل لآية الخامسة لأن في الشفاعة أكو عشرات الآيات إذا واحد يريد أن مثلا يسيء الاستفادة من آية الشفاعة يقول الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولي ولا شفيع التي تدل هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى هو الشفيع آية ثالثة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يدل على وجود الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى آية رابعة لا يشفعون إلا لمن ارترى حينما نجمع بين هذه الآيات نستفيد أنه الشفاعة الاعتباطية ما موجودة الآيات التي تنفي الشفاعة قصدها الشفاعة الاعتباطية كلها وردت بالنسبة إلى الكافرين الذين يتركون أحكام الله سبحانه وتعالى أو الظالمون الذين يتركون الشرائع الآية الأخرى التي تقول أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى هذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى هو الأصيل بالنسبة للشفاعة وسائر الناس كالأنبياء والعمة ليسوا أصلاة في الشفاعة وإنما شفاعتهم بإذن الله الآية الأخرى التي تقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني الله سبحانه وتعالى الشفاعة كلها له فوض قسم من هذه الشفاعة إلى الأنبياء وإلى الأيام فإذا نحن نظرنا إلى الآية الواحدة الأولى التي قرأناها نستفيد منها أنه لا شفاعة وهذا خلاف الآيات الأخرى وخلاف العقيدة التي نعتقد بها التي استفدنا تلك العقيدة من القرآن الكريم فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى فرق الموضوع الواحد في ضمن آيات متعددة في ضمن آيات كثيرة السؤال هنا أنه لماذا فعل الله سبحانه وتعالى هكذا لماذا فرق الموضوع الواحد في آيات متعددة يعني مو فقط موضوع الشفاعة اللي مثلنا كثير من المواضيع الأخرى حتى كثير من القصص فرقها في ضمن القرآن قصة موسى عليه السلام فرقها من أول القرآن إلى الجزء الثلاثين قصة موسى مفرقة في القرآن وكذلك قصة بعض الأنبياء وكثير من الأحكام والموضوعات لماذا الله سبحانه وتعالى فرق الموضوعات في القرآن ولم يجعل القرآن كالكتب الكلاسيكية ذا فصول فصل حول مثل اطرب الشفاعة فصل حول الدين فصل حول العقيدة فصل حول الأحكام كما فعله المستشرق الفرنسي جول لابوم هذا ألف كتابا باسم تفصيل آيات القرآن الحكيم وهو جمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد في ثمانية عشر بابا باب للتاريخ وباب حول الرسول وباب حول التبليغ يعني جمع الآيات من أول القرآن إلى آخر وباب حول بني إسرائيل وباب حول التوراة وباب حول النصارى وباب حول ما بعد الطبيعة وباب حول التوحيد وباب حول القرآن وباب حول الدين وباب آخر حول العقائد وباب آخر حول العبادات وباب آخر حول الشريعة وباب آخر حول النظام الاجتماعي وباب آخر حول العلوم والفنون وباب آخر حول التجارة وباب آخر حول علم تهديب الأخلاق وباب آخر حول النجاح وقسم كل باب إلى فصول متعددة جمع يعني إذا أردنا أن نستفيد موضوع من القرآن جمع آياته من أول القرآن إلى أخير القرآن وسحل الأمر على الباحثين كثيرا لماذا القرآن الله سبحانه وتعالى لم ينزله على هذا الترتيب فصول أبواب مرتبة لا ما فعل كذلك وإنما قسم المواضيع في طي القرآن من أوله إلى آخره يمكن الإجابة عن هذا السؤال بأجوبة ومن تلك الأجوبة أولا كما ذكرنا أن القرآن هو كتاب التشريع كما أن العالم هو كتاب التكوين فكما أن جمال التكوين بهذا التنويع يعني إذا الله سبحانه وتعالى في العالم جعل البحار في مكان والأشجار في مكان ومعدن الذهب في مكان ومعدن الفضة في مكان لزال الجمال عن هذا العالم وإنما الجمال يحدث بالخلط وبالتشابك كذلك بالنسبة إلى كتاب التكوين هذا أولا وثانيا لأن القرآن يجب أن يستفيد منه كل إنسان يجب أن يستفيد منه كل إنسان وليس كل إنسان يقرأ القرآن من أوله إلى آخره كل يوم ليس هكذا بل حتى الإنسان الذي كل يوم يقرأ القرآن جزء واحد أكو بعض الأشخاص يقرؤون كل يوم جزءا من القرآن أكو فهؤلاء ليسوا يتمكنون أن يقرؤوا القرآن كل يوم من أوله إلى آخره وغالب الناس يسمعون آيات متعددة من القرآن في كل يوم يعني على أحسن التقادير فيجب أن يكون الكتاب الذي أرسل كتابا للحياة يجب أن يكون أن تكون كل صفحة من صفحات ذلك الكتاب تدل على جميع ذلك الكتاب يعني إذا قرأت صفحة من القرآن ترى غالبا ذكر المبدأ اللي هو الله سبحانه وتعالى وذكر المعاد وذكر أهم الواجبات كالصلاة والذكاة وذكر بعض الأمور التي يرتبط بها الإنسان في كل يوم فكل صفحة من صفحات القرآن ترى فيها اجتمعت هذه الأمور إذا الإنسان سمع ثلاث آيات أربع آيات خمس آيات من القرآن يستفيد ويتعظ بهذه الآيات في كثير من جانب حياته فلو كان القرآن ذا فصول عندما نقرأ صفحة نستفيد فقط في جانب واحد إذا قرأنا صفحتين نستفيد في جانبين أما إذا كان تشابك في الآيات بمعنى يعني تشابك في المواضيع المختلفة فالإنسان عندما يقرأ صفحة واحدة هذه الصفحة تكون مرآة لكل القرآن ففيها أهم الأمور نعم بعض الأمور التي هي مربوطة بالجانب الخاصة من حياة الإنسان ترى أنها ذكرت في بعض الآيات فرض آية الإرث آية الإرث الإنسان لا يبتلى بها في كل يوم لا وإنما إذا حدث له ميت لغالى ذكرت في مكانين من القرآن فقط أول السورة وأخير السورة أما المواضيع المهمة كالمبدأ والمعاد والصلاة والزكاة وأمثال هذه وبعض الأمور المرتبطة بنفس الإنسان اللي يبتلى بها الإنسان دائما في كل صفحة أكو إشارة لها فلهذا هذا التشابك في الموضوعات يمكن أن يكون العلة الثانية له هذا في العلة الأولى الجمال وأن كتاب التشريع على نسق كتاب التكوين والعلة الثانية أن تكون كل ورقة حاكية عن كل القرآن والعلة الثالثة يقال أن السر إعجاز القرآن هو في هذه البعثرة الموضوعية أنصح التعبير لأن القرآن إذا كان مرتب بهذا الترتيب الكلاسيكي فلا تكون له تلك القابلية لأن يستفاد من في كل الظروف كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أما إذا كان هذا الكتاب بهذا الترتيب فيكون قابلا لأن يطبق في جميع الظروف يعني الكتاب الذي ألف قبل ألف عام غالبا لا يفيد له هذا العاصر لهذا ترى دائما الكتب تتبدل خصوصا في العصر الحديث الكتاب الذي كتبه قبل ثلاثين أو أربعين عام غالبا لا يستفاد منه إلا الكتب مثلا الوثائق أو الكتب مثلا أمثال هذه المصادر المراجعة لها يكون أخصائيين فقط ليس لعامة الناس فسر إعجاز القرآن هو هذا كحروف الهجاء يعني نمثل القرآن كحروف الهجاء حروف الهجاء العربية 28 حرفا الشخص الأديب أو الشخص البليغ أو الشخص العالم يتمكن من مزج هذه الحروف بعضها ببعض يتمكن من أن يستفيد أو أن ينشئ ويوجد أعمق المعاني وأدق التعابير البلاغية يعني الشخص البليغ ماذا يفعل أو الشخص العالم في كتابه العلمية العميق ماذا يفعل نفس الحروف الهجائية يركبها بتركيب اللي يستفاد من ذلك التركيب أعمق المعاني في الكتب العلمية وأدق المعاني في الكتب الأدبية مثلا أو في العبارات الأدبية القرآن كذلك الراسخون في العلم اللي أجلى مصاديق الراسخون في العلم هم أهل البيت عليهم والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القرآن لم ينزل أو لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا فما عرفتم فاعملوا به هذا القسم الأول من الرواية إشارة إلى قوله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به وما معنى الإيمان بالمتشابه قال الإمام الرضا عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط المستقيم يعني المتشابه في القرآن إذا نحن لا نحكم بفور رؤية ذلك المتشابه بل لاحظنا سائر الآيات المحكمات نتمكن من فهم معنى المتشابه كمثال على ذلك مثال مثلنا أو البحث مثال الشفاعة كان مثال آخر نقرأ في سورة الحمد كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المفهوم واضح ما هو الصراط؟ الصراط هو الطريق المعتدد والمستقيم ما معناه؟ المستقيم واضح بعد المعتدد الصراط يعني الطريق المعبد والمستقيم يعني المعتدد بدون عوجاج هذا المفهوم لا غبار عليه ولكن المصداق ما هو؟ ما هو المصداق من الصراط المستقيم؟ الجواب نتمكن استفادة الجواب من آيات أخرى نراجع القرآن الله سبحانه وتعالى يقول وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم نستفيد أن الصراط المستقيم في سورة الحمد هو عبادة الله سبحانه وتعالى ونذكر بين قوسين أن في سورة الحمد الصراط جاء بالألف واللان اهدنا الصراط المستقيم في هذه الآية وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم اللي يدل على أن عبادة الله سبحانه وتعالى جزء من الصراط ليس كل الصراط وهذا نتركه لموضعي فمن هذه الآية فهمنا المقصود من الصراط المستقيم أو جزء من الصراط المستقيم من هم الذين أنعم الله عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم نجد الجواب في آية أخرى فالله سبحانه وتعالى فرق الموضوع الواحد في آيات متعددة بالجمع بين تلك الآيات نتمكن من الاستفادة الكاملة ولولا الجمع كما ذكرنا قد ينقلب القرآن إلى ضده لذا قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويده وما يعلم تأويده إلا الله والراسخون في العلم وما رسوخ هؤلاء في العلم إلا لكثرة تفكرهم وتأملهم في القرآن بين قوسين نذكر أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشير إلى أهمية التأويل لهذا قدم نفسه على الراسخين قال وما يعلم تأويله إلا الله لماذا قدم اسمه المبارك؟ مع أنه واضح أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الكتاب وأنزله يعلم تأويله لماذا؟ للإشارة إلى أهمية التأويل للإشارة إلى أن التأويل ليس عمل كل أحد بل هو عمل الله سبحانه وتعالى ومن بعد الله عمل الراسخون في العلم والتشابه ليس في المفهوم ذكرنا أن معاني الآيات القرآنية مفهومها واضح بلسان عربي مبين كما في آيات متعددة ولكن التشابه في المصداق في المصادق قد يكون تشابه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم معنى أقول الأمر واضح مفهوم واضح ولكن ما هو المقصود؟ ما هو المصداق لهذه الآية؟ هذا يحتاج إلى أن نتفكر ونتأمل في سائر آيات القرآن لنستفيده معنى وللأمر لأن الوقت على وشك الانتهاء نلخص الموضوع يجب علينا أن حينما ننظر القرآن لا ننظره بشكل مقيد يعني الآن مع الأسف نرى أن القرآن غالبا ينظر إليه في العبادات فقط الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج أما سائر الجهات غالبا متروكة في القرآن مثلا كمثال لذلك عندنا الأخوة الإسلامية هذه الأخوة الإسلامية وردت في القرآن إنما المؤمنون إخوة هذا جانب يتغافل عنه غالبا الأمة الواحدة قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة الحرية قال تعالى يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم التبليغ لا بأس يعمل به في الجملة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم والشورى قال تعالى أمرهم شورى بينهم شاورهم في الأمر فالحاصل أنه حينما ننظر إلى القرآن يجب أن ننظره نظرة شمولية وإذا نظرناه نظرة بعضية قد نكون والعياذ بالله من الظالمين الذين لا يزيدهم القرآن إلا خسارا أصعر الله على محمد وعالها الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركاتي أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة